بعد قديم الزواج هو وقع طلاق شفوي تقريبا بعد ثلاث اسبوع واحد وعشرين يوم واحد وعشرين يوم بالضبط حدك كنت تعرفها قد الزواج لا خالص وفضرت فترة الخطوبة تقريبا كانت ست شهور بس وما كانش فيه اي حوار بينكو مثلا لا هو كان برعا جواز صالونات يعني هي مثلا شغالة في مكان كويس انا شغال في مكان كويس ومتوافقين مع بعض عائليا فتم الزواج اه فتم الزواج يعني فطبعا في الفترة دي فترة الخطوب عموما بيبقى كل واحد بيمثل على التاني وبيظهر الجوانب الكويس بس فقط طيب ايه اللي انت لقيته اول ما تزوجت لقيت عكسي مانا لقيت عكسي مانا لو انا فهم صح اه طبعا الصدمة لما الواحد بخلاص يعني بيكون مساستي مع حياته على وضع معين مع الانسانة دي او مع البني ادمة دي ويجي بقى في الحياة العملية بيلاقي عكس كده تماما زي ايه حدك افهمه؟ يعني مثلا حالة الهدوء المسترعة بين المخطوبة والخاطب فاستاء فترة الخطوبة دي هتفاجئ انها عصبية مثلا بعد الزواج؟ لا دي اسمه هدوء مزيف او اسمه كل واحد فينا بيحاول ليطلع افضل ما فيك يعني انت شاعرك انك انت كمان طلعت افضل ما فيك مقتلاش الحقيقة؟ لا انا بتكلم كعموم لكن كعموما لا انا بتكلم عن حالتك انما حالت انا لا انا لقيت فعلا يعني عكس ما انا كنت شايف تماما في فترة الخطوبة برضو ايه هو؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة يعني مثلا ايه انا مش عايزة ادخل برضو في تفاصيل اوي لا ادينا عنوين ممكن تبقى عصبية ممكن تكون مش مهتمية بنتها ممكن تكون زي بالله سائد عندنا بنت ممتها يعني حضرتك ادينا حضرتك دا انا اقول لحضرتك على حاجة دلوقتي يعني مثلا زي حاجة ان هي الهدوء المسترع اللي انا اتكلمت عنه من شوية اتقلب تماما مية وتمانين درجة ازاي معرفش؟ عصبية طبعا جدا على ايه؟ على اتفهل اسباب زي اديني سببك؟ زي مثلا لما اجي مثلا اجي اخرج مثلا احضي جدا اي شاب بيخصي لا ما تخرجش تخرج ليه؟ طب واحد يخرج في اول واحد وعشرين يوم من غير مرات وانت كمان؟ لا ماشي انفع كلام زيادك اخدها معاك اول واحد خدها معاك وانت خارج اما لا تعمل ايه بعد واحد وعشرين سنة؟ لا انا طلبت منها ان احنا نخرج انا وهي اه في اين برديش تخرج؟ فهي طبعا تسببت باسباب غير منطقية فألت بخلصت انا عايز اخرج يعني انت مش عايزة تخرجي خلصت حاجة ترجعلك طب انا اعمل ايه؟ فلازم يكون فيه يعني تديني المساحة كده يعني طب ادينا مثال تاني عشان الدكتور اعافي حورك بس ادينا حاجة ايه كمان ادينا حاجة تاني حاجة تمام تدخل الام فأول واحد وعشرين يوم؟ فأول ده في تاني يوم وفتالت يوم طبعا طب ادينا كده مثال التدخل يعني اقولي مثلا حصل كذا والدت عملت كذا فانت اعتبرت تدخل هقولك على حاجة حصل حمل تمام؟ ده في اول واحد وعشرين يوم؟ لا احنا منتكلم دلما اه دلما حاجة تطلقت طبعا بعد ايه بقى؟ طلق نهي ايه؟ اطلق الرسم ده تقريبا يعني يعني بعده بكم شهر يعني؟ ثلاث اربع شهر اه مثلا انما انا رضي يعني حصل فيه بالنطردي وكده وتلمت يعني اه وتلمت يعني اه وتلمت الموضوع اه بعد كده تمام؟ فخلاص يا ربنا كرمها ويتحامل ويتحامل وكده وخلاص فربنا كرمها كمان ووضعت من هنا يعني الدكتور الدكتور في الحمل قال لها ما لتاخدش مثلا اي وسيلة او اي حاجة اه لان مثلا حالتك بما ينفعش ان انت تاخدي اي وسيلة ليه ما يحمل؟ لا ما اه خلاص انا بتكلف بقى 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 Mango بعد الحمل يعفن وولدت وكده اه فان هي ما تاخدش اي وسيلة اه تمام؟ فالدكتور قال لها كده قال لها انت ماينفعش ان انت تاخدي اي وسيلة ده الوقتي خلاص هاتي ربنا اكريمك مثلا بحاجة تانية وخلاص مايبقاش المنع من جانبها اه فطبعا هي والدتها بقى تدخلت في الموضوع ده قالت كفاية نصا كده كفاية طفل واحد او طفلة كفاية طفلة واحد فطبعا جيت وخلتها تروح تاخد الوسيلة او كده معنش انها اطعك بس معنا بطعمة تمام الدكتور محسن